في منتهى الوقاحة والاستخفاف باليمن إنساناً وحضارةً ودولةً وتاريخاً كتب مستشار محمد بن زايد عبدالخالق عبدالله مغرداً يقول لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم مستشار محمد بن زايد يتحدث نيابةً عن نظام آل زايد مهدداً اليمن بالتقسيم لأكثر من دولة ومبشراً من ثم ببقاء الفوضى في اليمن إلى أجل غير مسمى مهدداً في تقسيم لازم يكون فيه فوضى بحيث لا يفيق اليمنيون في وقتٍ قريب يمكنهم من استعادة قدرتهم على الفعل ومواجهة المؤامرة الفوضى ضروراً للتقسيم لقد كشف آل فرعون عن أهدافهم بكل وضوح وهذه نقطة في صالحنا نحن اليمنيين اختصرت وقتاً وجهداً كبيرين لإقناع بعض اليمنيين بأن تحالف الشر لا يريد باليمن إلا الشر وبقي على اليمنيين أن يكرروا طبيعة الرد وأن يتعرفوا على العدو وأدواته المحلية الكديمة والجديدة وأن يدركوا بأن صراع اليمنيين مع هذا النظام وأدواته المحلية كد بدأ ولن ينتهي إلا بنهاية أحد الطرفين هذا نوع من الصراع طويل المدى حلقة هذا المساء لإثراء هذا الموضوع ومناكشة أبعاده فكونوا معنا شعور الإنسان بالظلم شعور صعب وأصعب منه الشعور بالعجز عن رد الظلم والإهانة وهو ما عبر عنه الأثر المنسوب إلى النبي في دعاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال ولعل هذا أنسب دعاء لليمنيين خاصة في هذه الظروف وللعرب عامة في هذه اللحظة التاريخية اليمنيون اليوم يعانون من اجتماع الهم والحزن والعجز والكسل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال كلها اجتمعت عليهم والذي تجتمع عليه هذه المصائب دفعة واحدة فإن حياته لا تسمى حياة بل محركة اليمنيون يعيشون في بحركة كبيرة من الهموم والأحزان والمصاعب والمصاعب بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخهم المعروف صحيح أن اليمنيين قد حانوا من الجوع والمرض والجهن في فترات سابقة من تاريخهم لكن شعورهم بالقهر لم يكن عالياً كما هو الآن ولم يفقدوا الأمل كما فقدوه في هذه اللحظة التاريخية ولم يجتمع عليهم من الأعداء بالداخل والخارج كما اجتمعوا اليوم ربما هذه ثلاث نقاط فاركة بين وضع اليمنيين اليوم وأي وضع سابق لهم لقد أصبحوا أكثر حساسية تجاه الكرامة والحرية والحقوق من آبائهم في عهد الإمامة والعهود المظلمة ومن ثم أصبحوا أكثر شعوراً بالظلم والقهر وهذا يجعل حساسيتهم أكبر من حساسية آبائهم وأجدادهم تجاه هذه الأمور تجاه الظلم والقهر كما أن هذا الجيل من اليمنيين يشعر بفقدان الأمل أكثر من أي جيل مضى بعد أن تكشف له حجم الفشل في الداخل وحجم المؤامرة عليه من الخارج هناك فشل مريع في الحياة السياسية اليمنية يتوج كل أشكال الفشل الأخرى لدى اليمنيين من مظاهر هذا الفشل غياب القيادة السياسية الحرة المستقلة الشجاعة المستعدة للتضحية في سبيل اليمن وغياب المؤسسات السياسية الكفؤة لإدارة الصراع مع أعداء اليمن في الداخل والخارج وغياب النخبة المثقفة والسياسية الشريفة الناضجة التي تقود العقل اليمني في هذه اللحظة الحرجة هذه مظاهر للفشل مع وجود استثناءات طبعا استثناءات قليلة مخذولا من اليمنيين أنفسهم ونتيجة لهذا الكم من الفشل وهذا الكم من المؤامرات وهذا الكم من الأوجاع فقد الكثير من اليمنيين الأمل في التغيير والتنمية والحياة الكريمة كما لم يحدث في أي مرحلة سابقة ربما اليمنيون اليوم بلا نصير بلا نصير حقيقي لأول مرة في تاريخهم اليوم لا عبد الناصر ولا قومية عربية ولا سلال ولا عبد المغني ولا كبيلا من جمهرها القبيلة الميلكات ولا حتى نظام دولي متوازن يسمح للضعيف باللعب على الأوراق لمصلحته كما كان الحال في فترة الحرب الباردة عندما قامت ثورة سبتاب ولهذا أقول أن اليمني اليوم يعيش أسوأ أيامه والمؤلم أيضا في هذا المشهد أن هناك من يريد أن يسجل الجريمة التي اكترفت في حق اليمنيين أن يسجلها ضد مجهول وكأنه ما فيش مجرمين تسببوا في هذه المأساة التي وصلنا إليها حتى لا يتعلم اليمنيون من تاريخهم ومن أخطائهم ومن سوابق مجرميهم هذا أيضا جزء من المؤامر التي تحاك ضدهم لكنها مؤامر محلية إنكار جريمة الفاعلين الأساسيين الذين أوصلوا اليمن إلى هذا الوضع هذا الإنكار هو جزء من الجريمة تهر الرجال كما قلت هو الشعور الذي يثقل كاهل الشرفاء من اليمنيين اليوم وهم يرون وطنهم فريسة ضعيفة بين ضباع الداخل والخارج ضباع شارسة لا ترحم لكن هذا الجزء من المشهد ربما هو الأكل إيلاما في الحقيقة لأنه من الطبيعي أن يكون لك أعداء في غاية القبح والنذالة هذا طبيعي هذا متوقع أما الأكثر إيلاما فهو أن تكون أنت بإرادتك فريسة سهلة لا تستطيع المقاومة هذه هي القصة هذه هي القصة الجوهرية داخل القصة الكبيرة التي نشاهد أحداثها المأساوية ليست المشكلة أن تكون محاطا بالأعداء هذا أمر منطقي وطبيعي بل أن تكون أنت نفسك ضعيف عاجز لا تقدر على رد لطمة توجه إليك هذا هو المؤلم أن تكون أنت سبب ضعفك وعجزك اليمني هو الذي أضعف نفسه بنفسه هو الذي سلم ركبته للضباح هو الذي باع نفسه ووطنه في سوق النخاسة بدوافع تافية في أغلب الأحيان لكي ينتقم من هذا الطرف أو ذات الذين أجهضوا ثورة التغيير الكبرى في اليمن والذين سلموا الجمهورية لعدويا اللدود والذين سلموا قرارهم للأجنبي كلهم غرزوا خناجرهم المسمومة في خاصرة اليمن المؤلم أيضا في هذا المشهد أن اليمني يعرف طريق الخلاص لكنه لا يريد السير فيه العناد والمكابرة والأنانية والنعرات المناطقية والعنصرية كل هذه الأمراض ترغم الكثير من اليمنيين على اتباع طرق مع وجه حتى لو أدى الأمر إلى ضياع الوطن نفسه والوطن هو رأس المال لكن هكذا يفعل العربي الجلف مجتمعنا السياسي مجتمعنا السياسي اليمني اليوم تحكمه طبقتان طبقة المقامرين وطبقة التجار السياسي طبقة المقامرين تضم تلك الأكثرية الشعبية العنيدة التي تقف وراء الزعيم أو وراء السيد أو وراء الوهم المناطقي مهما كانت النتائج لا تفكر في النتائج حتى لو أدى الأمر إلى سقوط المعبد على رأس من فيه ما يهمهم المهم أن ينتكموا أن يشفوا غليلهم هذه هي الأكثرية الشعبوية الرديئة التي ذمها القرآن وذمها الفلاسفة وذمها الأنبياء أفراد هذه الطبقة لا يحسبون الأمور على طريقة التاجر بل على طريقة المقامر العنيد إما أن أربح كل شيء أو يخسر الجميع إما أن يربح حزبي أو يخسر الوطن أو على طريقة دونكيخوت اليافعي الذي يبحث عن عدو وعن كضية لكي يكون فيها بدور البطولة والبطل الفارس المضطهد من كبل الشمال يدخل في حرب مع طواحين الهواء وأصحاب البسطات والتجار والمساكين والبسطاء هذه هي طبقة الحمكة في المجتمع السياسي أما الطبقة الأخرى فهي طبقة التجار السياسة هذه طبقة الخبثاء الذين يديرون الصراع على طريقة التاجر الذي يبحث عن الأرباح الخاصة في أي صفقة ممكنة الوطن بالنسبة لهؤلاء تجار السياسة مجرد صفقة ضمن صفقات حياتهم لكن من وراء الحمكة وتجار السياسة تعتاش الأجندة الخارجية المعادية للجميع لم يدخل العدو من حدودنا وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا كما قال نزار كباني العدو الخارجي هو لا يستطيع أن يدخل إليك إلا من الشكوك التي تتركها أنت بسبب صراعك المحلي الداخلي صراعه الأنانية والحقد والضغينة ما هو صراع من أجل الوطن ولا صراع أجندة ولا حتى صراع إدولوجيا وفي هذه الحالة لا يلام سوى الشعب الشعب الذي باع نفسه في سوق النخاسة كان لابد من هذه المقدمة الحزينة قبل أن نبدأ الحديث في مجريات الأحداث الأخيرة الإمارات كانت هي عنوان سلسلة من الأحداث المتلاحقة في الأسبوع الأخير بدأت هذه السلسلة بخبر عن زيارة وفد عسكري إماراتي إلى طهران بهدف التنسيق بين قادة خفر السواحل في الدولتين تلاها فيما بعد تصريحات أخرى تدلل على عمق العلاقة الاستراتيجية بين الإمارات وإيران ثم تغريدة لمستشار محمد بن زايد عن تكسيم اليمن ثم حادثة مقتل القائد في الحزام الأمني المدعو أبو اليمامة بطريقة درامية تبناها الحوثي واتهم فيها البعض تهم فيها الإمارات وما تلاها من حملة لترحيل أبناء المحافظات الشمالية في عدن وتوجه هذا كله بظهور مرتزق أردني يخدم نظام أبو ظبي يدعى وحدة طوالبة ظهر يحرض على قتل كل شمال في جنوب اليمن وطبعاً بين هذه الأحداث حوادث أخرى لداعش يعني جاءت متسقة مع المخطط الإماراتي المتفق عليه تفجير موقف هنا ودعوة في وسائل الإعلام للتحرض على الشماليين وداعش تتحرك من هنا ويحدث إسالة دم بين اليمنيين واحتراب يعني يمني يمني كما يريدون بين كل الأطراف هناك من ربط بين هذه السلسلة من الأحداث واعتبرها عربون صداقة إماراتي لصالح إيران لأن التحريض على تكسيم اليمن وقتل الشماليين في الجنوب التحريض من هذا النوع الذي تدفعه الإمارات أو تحرض عليه الإمارات تحريض من هذا النوع سيدفعه الكثير من اليمنيين للتمسك بالحوثي كخيار لمواجهة الإمارات وربما هذا عربون صداقة لإيران في ظل غياب شبه كامل للشرعية قيادة ومؤسسات من عادتي أن لا أتوقف عند التفاصيل لأنها لا تعني شيئاً في ذاتها التفاصيل مجرد عنوين صغيرة على معاني كبيرة المعاني الكبيرة هي الأهم والمعاني الكبيرة في قضيتنا اليمنية واضحة هي تآمر كل من السعودية والإمارات على اليمن هذا هو العنوان الواضح وعجز القيادة الشرعية أو خيانتها للقضية الوطنية هذا عنوان واضح آخر وفشل النخبة السياسية والنخبة المثقفة اليمنية في القيام بدورها هذا عنوان ثالث واضح واستخدام كل أعداء اليمن للحوث كأداء لتصفية الخصوم ولتقطيع أوصال البلد ولإجهاض مشروعها الديمقراطي وهذا هو الأهم كل هذه عنوين هذه أربعة عنوين رئيسية في المشهد هذا ذلك تفاصيل وأنا ليس من عادتي أنا أتوقف عند التفاصيل أعبر منها إلى العناوين الكبيرة وهذا هو المهم كما قلت في كل حلقة ولذلك أنا لست مشغولا بالتحليل اليومي لمجريات الأحداث يهمني أن يشكل المواطن المشاهد رأي أو فكرة استراتيجية عما يحدث وطبعا من خلف هذا كله تكف أمريكا تكف بهدوء وبمكر تحرك الخيوط لأغراض تحدثنا عنها من قبل هذه هي المعاني الكبيرة في الموضوع ما عدا ذلك تفاصيل والمشكلة اليوم المشكلة اليوم هي أن اليمنيين يدفعون دفعا للقبول بالحوثي كخيار واكعي لمواجهة العدو الخارجي وفشل الشرعية في الداخل وهذا عين ما يطلبه العدو الخارجي هذا عين ما تريده الإمارات صحيح أنها كانت متفضل يعني حليفها الكديم صالح لكن إذا لم يكن هناك حل فليكون هناك البديل الحوثي بديل لصالح بديل غير مثالي لكنه بديل مناسب بالنسبة للإمارات الصراع على أساس مناطقي لا يخدم إلا الحوثي في هذه اللحظة لأنه يعزز موقف مدافع عن اليمن في نظر الكطيع الشعبي والجميع اليوم يخدم الحوثي لأن الحوثي يخدم الجميع طبيعي وأخطر أخطر ما في الأمر من وجه النظري هو أن يتحول الحوثي في نظر البعض إلى منكذ إلى فارس أنا في هذا البرنامج دائما ما أقول أن الحرب في اليمن ليست للقضاء على الحوثي نحن لم نخف حربا حقيقيا مع الحوثي إلى اليوم كل حرك يعني شكلانية عززت موقف الحوثي وأظهرت بموقف البطل الذي لا يغلب لا السعودية ولا الإمارات ولا الأمريكان يرغبون في هزيمة الحوثي من البداية هذا الأمر لأن الحوثي هو الأداة المناسبة لتحقيق الهدف المشترك بين هذه الدول الثلاث على الأقل في اليمن هناك هدف مشترك بين الإمارات السعودية وأمريكي ما هو هذا الهدف المشترك وكيف يمثل الحوثي خيار مناسب له سنجيب لكن قبل أن نقدم الإجابة التي نؤمن بها دعونا نقدم الدليل على صحتها أو قبل أن نقدم الدليل عليها وعلى صحتها دعونا نستمع إلى واحد من أدوات النظام الإماراتي في إشعال الحرائق في اليمن وهو المدعو وحيد الطوالب هذا يقال أنه كان يعمل مستشرا إعلاميا سابقا لعلي عبدالله صالح نفس الطاقة سبحان الذي حول من علي عبدالله صالح لا محمد بن زايد كان يعمل مستشار مرتزك عند علي عبدالله صالح يعني مرتزك بالأجر اليومي ربما لأنه سمعنا لمكالمة وهو يشحات قيمة كرت أو قيمة تذكرة طيران وهو الآن يعمل كما قلت بوك تافه لنظام أبو ظبي ويحرض على كتل الشماليين في جنوب اليمن بالطريقة مقززة وكذرة ليس لها نظير لم نسمع بها من قبل يعني لا نعرف يعني في المنطق الطبيعي ما مصلحته في ذلك لكن هذه أدوات السياسة هذا هو الارتزاك الحقيقي تعالوا وشاهدوا عليكم أن تدركوا بأن مقتل أي شمالي اليوم في عدن هو ثأر لكل هؤلاء الشهداء الأبطال الآن قبل قليل شاب جنوبي بطل يطعم شمالي في مطعم الشرق الأوسط في عدن هكذا نريد الدم في الدم لا أريد أن أؤجد الشارع الآن لكن ما أريد القول انتظروا قليلا الرئيس عيدروس في طريقه إلى قلت دائما خلال السنوات الماضية أن الحوثي يعد الأداة المثالية لكل من السعودية والإمارات والأمريكان لتحقيق هدف مشترك ومهم فما هو هذا الهدف المشترك يا ترى الهدف المشترك لهذه الدول هو قطع الطريق أمام الديمقراطية في الوطن العربي أنا عارف أن كلام مستفز لكن خلونا نواصل الحديث للنهاية ونشوف لا شيء يخيف نظام السعودية والإمارات ومن ورائهما إسرائيل وأمريكا في المنطقة لا شيء يخيف هذه الدول سوى الديمقراطية خذوها مني وأتحدى أن يثبت الزمان عكسها سجلوا علي هذا الكلام لا شيء يخيف هذه الدول أبدا سوى مشاريع الديمقراطية في الوطن العربي لا الحوثي ولا داعش ولا غيرها من هذه المنظمات هذه المسألة ينبغي أن يفهمها الجميع لأن غيابها يسبب لبسا كبيرا لدى كراء المشهد وغيابها قد يدفع البعض إلى تبني مواكف غير صحيحة تخدم أعداء اليمن بدون شعور قد يكون هناك من يعتقد أن السعودية تخشى هيمنة الحوثي على اليمن لأن الحوثي ربما لو تمكن من اليمن سيبني سلطة قوية تشكل تهديد للسعودية في المستقبل أنا أقول هذا الكلام غير دقيق لأن الحوثي إذا هيمن على اليمن قد يبني نظام سياسي قوي لقدر الله هيمن قد يبني نظام سياسي قوي صلب لأنه أصابة أصابة كبيلة واحدة بتحكم أصابة سلالية حاكمة كوية ستستولي على كل شيء في المجتمع كل شيء الاقتصاد الجيش الأمن الدبلوماسية ستستولي على كل شيء وحتبني أصابة حاكمة كوية لكنها قطعا يقينا لن تبني مجتمعا كويا ودولة كوية هذا يقين السعودية لا تخاف من الأنظمة القوية على حدودها وإنما تخاف من الدول القوية والمجتمعات القوية علينا أن نميز بين نظام قوي ومجتمع قوي ودولة قوية النظام السعودي ليس نظاما سادجا لا هو لديه خبرة هو فاهم ما لوم عليه النظام السعودي ونظام الإماراتي ومن ورائهما إسرائيل وأمريكا يدركون جيدا أن الحوثي إذا بنى دولة في اليمن فستكون دولة نظام بوليسي مستبد لا يستطيع إلا أن يكون كذلك يعني هذه مسألة مفروق منها وقطعية الدولة التي يحكمها نظام مستبد هي دولة فاشلة آيلا للسقوط في أي لحظة هذا أيضا كلام قطعي يكيني شونا اليوم يعني مصمم على أن الكلام كله قطعي يكيني أتحدى أن ينقض يعني هذه مش من الأمور التي هي قابلة للأخذ والرد والأمور التي تقبل الجدل لا هذه بالنسبة لي يكينيات مثل الليل والنهار لا يوجد نظام مستبد يمكن أن يبني دولة وأن يبني مجتمع قوي ومن السهل على السعودية والإمارات إسقاط نظام مستبد لكن من الصعب إسقاط دولة ديمقراطية وكتجربوا ذلك جربوا ذلك مرارا ورأوه أمام أعينهم في الشرق الأوسط وإحنا كلنا شفناه سعودية الإمارات إسرائيل رأوا بأنفسهم كيف تساقطت بسهولة أقوى الأنظمة العسكرية في المنطقة مثل نظام صدام حسين نظام الكذافي نظام صالح حتى نظام الأسد لو لا روسيا أنكذت في اللحظة الأخيرة هذه كلها أنظمة عسكرية كانت تبدو قوية ومتماسكة في الظاهر وكانت معادية للسعودية لكنها كانت هشة ضعيفة في الحقيقة من الداخل لأنها لا تتمتع برضى شعبي كافي ولماذا السعودية تلجأ إلى إسرائيل وتلجأ إلى أمريكا وتبيع المقدمات والمؤخرات لأنها عارفة أنها نظام مستبد والنظام مستبد لا يتمتع برضى جماهيري مجرد أو أبسط حرب يسقط النظام بالكامل وتسقط الدولة لكن هذه الدول نفسها المتأمر التي تأمرت على العراق وعلى غيره عجزوا عن إسكاط نظام مثل تركيا مثل نظام أردوغان في تركيا أو نظام إيران مثلا لماذا لماذا استطعوا إسكاط صدام ولم يستطعوا إسكاط أردوغان مع أنه كانت لديهم كل الوسائل لماذا لأنها أنظمة تتمتع برضى شعبي النظام في تركيا ونظام في إيران أنظمة سياسية تتمتع برضى شعبي إفراز شعبي لأنها إما جاءت بانتخابات ديمقراطية شعبية حقيقية كما والحال في تركيا أو لأن لديها حد أدنى من الديمقراطية الشكلانية كما والحال في إيران ولديها تماسك مذهب وهذا أيضا ما قاله المفكر الإيراني الأمريكي ولنصر في كتابه المهم صعود الشيعة قال إن أمريكا لم تغامر بإصراع مع إيران تخشى الصدم المسلح مع إيران مع النظام الإيراني لماذا لأن هذا النظام يتمتع بقبول شعبي كافي على عكس الحال مع نظام صدام حسين مثلا الذي كان محاطا بكراهية الطوائف العراقية كثيرة ساهمت في إسكاطه الذي أسكت صدام هو شعبه وليس أمريكا أمريكا ما كانت باستطاعتها أبدا أن تدخل لولا التعاون الشيعي والتعاون الكردي وتعاون إيران لهذا نقول إن الديمقراطية تبني دول ومجتمعات متماسكة كوية لحمتها كوية الشعب التركي خرج عن يعني عن بكرة أبي يدافع الرئيس جمهوريته المنتخب في المطارات في الشوارع واجهة الدبابات واجهة الطائرات فعلا واجهة حقيقية وطوقوه وطوقوا الجيش طوقوا الحالة الانكلابية متى يخرج شعب مثل هذا للدفاع عن النظام لما يكون النظام إفراز للشعب لما يكون الشعب هو اللي اختاره أما نظام مستبد في طبيعي أنه يكون نظام هش مهما كان في الظاهر وفي العروض العسكرية كوي لكنه في وقت الجد يسقط بسهولة لأنه لا يقوم على أساس صلب الديمقراطية هي التعويذة الحقيقية لضمان تقدم المجتمعات وبقائها بمجتمعات صلبة ومستكرة والسعودية مع الإمارات وإسرائيل لا تخشى الأنظمة القوية وإنما تخشى الدول والمجتمعات القوية السعودية تحارب من أجل إضعاف اليمن نفسها اليمن دولة ومجتمعا وهي تعلم علم اليقين أن أفضل وسيلة لإضعاف اليمن هي تنصيب نظام سياسي مستبت يعطل قواها الحية كما كان يفعل علي عبدالله صالح من قبل وكان صحيح ما كانش حليف جيد وكان دائما يسوي المشاكل مع السعودية لكن كان حليف مناسب لأنه يضعف القوى الحية في اليمن لأنه يحط يدمر يعطل التنمية في اليمن وهم لا يطلبون أكثر من ذلك ليس هناك من هو أكثر استبدادا اليوم في اليمن من النظام الإمامي الكهنوتي هذه وصفة قاتلة النظام الإمامي وصفة قاتلة لأي بلد يحكمه ولن تجد السعودي أفضل منه لكنها فقط تخشى في الوقت الراهن من أن تكون أن يكون الحوثي أداة في يد إيران هي تتمنى لو أنه مجرد نظام مستبد فقط دون أن يكون أداة لإيران والذي تفعله اليوم ما هو لذلك هي أبقت على الحوثي في منطقة وسطة بين القدرة وبين العجز كصفت القدرات العسكرية للجيش اليمنية حتى يبكى الحوثي تهديد لليمن فقط لا للسعودية إذا لم نفهم هذه الحقيقة جيدا فلن نفهم فلن نفهم الواقع بشكل جيد حقيقة أن جميع الأوغاد يخافون الديمقراطية لا أي شيء آخر حتى عندما تقول السعودية والإمارات إن الإخوان المسلمين يشكلون خطرا عليها حتى عندما يقولون ذلك فإن الخوف الحقيقي ليس من الإخوان أنفسهم وإنما من المشروع السياسي الذي يحمل الإخوان هم وإسرائيل يدركون أن الإخوان مضطرين لا راغبين يحملون مشروع الديمقراطية في الوطن العربي بعد أن خذلته الأحزاب الوطنية والقومية طبعا هذا لا يعني أن الإخوان يعشكون الديمقراطية ويتخذونها مبدأا في حياتهم لا أبدا الإخوان كغيرهم من التيارات لم يكونوا في يوم من الأيام أو فيها حقيقي للديمقراطية وليسوا ديمقراطيين في جوهر ثقافتهم لكنهم وهنا المفاركة مضطرين اضطرارا لتبني الديمقراطية والمشاركة في توطينها لماذا؟ لأنهم أدركوا أن الديمقراطية هي أكثر طريق إلى منصة الحكم وهذا حقهم هم لديهم مشروع أيضا لخدمة البلد لخدمة أوطانهم لكننا نختلف مع هذا المشروع وهذا يكفينا منهم لا نطلب من الإخوان ولا من أي تيار آخر أكثر من ذلك في حل مشكلات الواقع السياسي لا ينبغي أن نكون مثاليين بل عمليين من هذا المنطلق أقول طوال الوقت أن الإخوان المسلمين وجماعة الإسلام السياسي السني تحديدا سيخدمون الديمقراطية أكثر من غيرهم برضاهم أو بدون رضاهم لماذا؟ حتى لو كانوا انتهازيين في بوقفهم من الديمقراطية كما يعتقد البعض حتى لو كانوا انتهازين لأن القضية عندي ليست موقف الإخوان الحقيقي من الديمقراطية بل الشروط اللازمة لتوطين الديمقراطية علماء الاجتماعي يبحثون عن الشروط اللازمة لتوطين الديمقراطية هذه الشروط قد تأتي برضا البعض أو بدون رضاهم قد يصبح التيار المعين أو الحزب أو الجماعة قد تصبح حاملا لمشروع الديمقراطية بدون رضاهم يعني هناك مثل صيني يقول أنا أصطاد السمك بالدود ليس لأني أحب الدود ولكن لأن السمك يحب الدود ما دام هدفي هو السمك لا يهم كيف أصداده ما دام هدفي هو الديمقراطية فلا يهم نوع القارب أو المركوب الذي سيوصلوني إليها يكون حصان يكون حمار يكون كطار ما فرقتش معي المهم يوصلني الأحداث التي جرت خلال السنوات الماضية أكدت حقيقة واحدة لا ثانية لها هي أن الديمقراطية هي التعويذة التي تحمي المجتمعات من السقوط في جحيم الحروب والنزاعات والتخلف أي صفة أو أي وصفة أخرى غير الديمقراطية هي وصفة مضللة تشبه العلاج الفاسد الذي يسبب المرض أي شخص يقول أن الاستبداد قد يكون حل مشكلاتنا اليمنية أو المشكلات العربية هو عبارة عن طبيب شعبي متخلف لا يعرف الطب بشيئا والعجيب أن هذه الحقيقة يدركها حكام السعودية وأبوظبي وإسرائيل وجميع الحكام المستبدين ولا يدركها بعض المفقفين والمحسوبين على النخبة ولذلك يسارعون في إجهاض كل محاولة ديمقراطية بكل ما أوتهم من قوة أي محاولة جادة لتوطين الديمقراطية في المجتمعات العربية يسارعون إلى إجهاضها قد يقول البعض أنت مثالي جداً عندما تتحدث عن الديمقراطية في ظل هذه الظروف التي تمر بها اليمن الدولة النفسها مش موجودة الوطن في مهاب التكسيم الجمهورية في مهاب الريح فأي قيمة للحديث عن الديمقراطية الآن؟ دعني عزيزي المشاهد عزيزة المشاهدة أخبركم عن منهجي في التعامل مع المشكلات من هذا النوع زمان تعلمنا من المفكر العربي الكبير زكي نجيب محمود معادلة طريفة في النظر إلى المشكلات قال فيها ما معناه عندما تصف المشكلة ينبغي أن تكون واقعية عندما تصف المشكلة ينبغي أن تكون واقعي في وصفك يعني لا تكبر الأمور ولا تصغرها لكن عندما عندما تفترض حل نظري للمشكلة هنا ينبغي أن تكون مثاليا لا واقعيا مثالي يعني تطرح حل مثالي ولو بدأ هذا الحل غير كابل للتحقق الآن في الواقع لكن إذا بدأت في تطبيق هذا الحل المثالي فينبغي أن تكون عمليا ثلاث خطوات واقعي مثالي عملي يعني في الإجراءات العملية للحل لا ينبغي أن تفكر في تحقيق الحل المثالي بالكامل لأن هذا قد يكون مستحيلة والمثالية هناك تفوت عليك فرصة تحقيق الحل إلى الأبد ولذلك يقولون أن السياسة فن الممكن لأن السياسة عمل واقع يعني واقع لكن لها حلول عندما تفترض الحلول النظرية في السياسة لا بد أن تكون حلول مثالية يعني لما نطبق هذا الكلام على مشكلتنا في اليمن ورأتي لطرح مشروع الحل علينا أن نتحدث عن سكف الديمقراطية هذا السكف العالي لا عن سكف الاستقرار فقط يعني من طلبش الاستقرار فقط لأن الاستقرار من دون الديمقراطية يعني الاستبداد الذي سيعيد إنتاج أسباب الصراع والخراب في دورات زمنية قادمة علينا أن نضع الشرط الديمقراطية كشرط أساس في أي معادلة للحل القادم في اليمن وإلا فإننا نكون قضينا على مستقبل ذرياتنا من الآن بعد أن قضى آباؤنا على مستقبلنا في زمانهم لما رضوا عن الوضع السابق شخص واحد حكم 33 سنة دمر فيها كل شيء مثل هذا كان يدخل البحر يدمر مش بس يصطاد السمك ويدمر الشعاب المرجانية دمر كل المنظومات الأخلاقية والسياسية والثقافية كل شيء كل شيء دمر خرج اليمن مثل ما تشوفوه أنت مشوه عاجز هذه هي الجريمة التي اكترفها نظام صالح والمجتمع الذي سكت عليه 30 سنة لا شك أن معظم اليمنيين اليوم يتساءلون متى تنتهي هذه المحنة وكيف ستنتهي وهذا يذكرني بشعور صحابة النبي محمد كما سجله القرآن في فترة من فترات ضعفهم لما خاطبهم القرآن كائلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الرسول نفسه والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صورة واقعية جداً كدمتها هذه الآيال لحالة الرسول والصحابة الحالة النفسية وهي صورة عجيبة عجيبة لأن الرسول نفسه من شدة ملاقاه من البأساء والضراء وزلزال القناعات بدأ يتساءل مثل غير من الناس مستبطئاً للنصر متى نصر الله إذا الرسول نفسه بكل هذا الكلام فما بالك بالصحابة فما بالك بنا في هذا الزمن متى نصر الله الإجابة كانت ألا إن نصر الله قريب لكن كلمة قريب هذه بالحسابات الإلهية تأخذ وقت بالحسابات البشرية ومثل هذا الكلام ينبغي أن يقال لمن يريد دخول الوطن اللائك به الوطن الذي ننشده هو جنتنا على الأرض ومن أرد دخول هذه الجنة فلابد أن يبتلى بالبأساء والضراء ولابد أن تزلزل بعد قناعات ومسلمات إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة